أحوال الطقس من قناة النهار أهلا بكم وشاهدين الكرام إذن وضعية جوية تبقى غير مستقرة فيما يخص المناطق الجنوبية تطاير كتيف للزوابع الرملية مع دائما تسجيل تساقط أمطار رعدية بينما الولايات الغربية رح تعرف إن شاء الله ارتفاع من جديد في درجات الحرارة القصوى نبدأ نشاطنا الجوية بصورة القمر الأسطنعي والتي توضح لنا تشكل بعض السحب العابرة على أغلب المناطق الجنوبية حركة الرياح تبقى قابية تتعدى الخمسين كيلومتر في الساعة دائما مرفوقة بتطاير كتيف للزوابع الرملية فيما يخص الولايات الجنوبية جزء مباشرة لتوقعات الوضعية الجنوبية إن شاء الله خلال صباحة يوم الغذ الضباب سيخص أغلب السواحل الوطنية والمناطق القريبة منها تبقى الوضعية الجنوبية غائمة جزئيا فيما يخص مجمل السواحل الوطنية والمناطق الداخلية الولايات الجنوبية إن شاء الله رح نسجل دائما استمر تساقط الأمطار الرعدية على شمال السحرة ونطقة الوحات وكذلك وسط السحرة أما بخصوص درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال الصباحة درجة واحدة فقط كأدنى مقياس على النعامة البيض مشرية عين الدفلة الجلفة تيارت 6 درجات على شلف وغريزان مع اسكر وتلمسان مقيسة بين 7 أو مقيسة بين 6 إلى 10 درجات على المناطق الساحلية درجتين على باتنا خنشلوات بسا 4 درجات على الغوات 13 درجة على إليزي جونت وعينة 9 درجات على ورقل أو حسيم سعود 11 درجة على الوادي 10 درجات على عين الصالح 11 درجة بالنسبة لتامن رأس أدرار تيميوين رقان ونفس المقياس بولاية تين دوف أما تفاصيل الوضعية الجوبية المرتقبة إن شاء الله خلال الظهيرة الأجوة دائما تبقى ممطرة وهذه الأمطار ستكون رعدية إن شاء الله كمية الأمطار المتوقعة قد تصل حتى حوالي 15 مم محليا بالنسبة لكل من غرداية الوادي توكورت كذلك بالنسبة لعين الصالح حتى على إليزي مع التطاير دائما زواب عراملية والتقس يكون مشمس ومستقر على مجمل المناطق الشمالية أما درجات الحرارة القص والمسجلة خلال ظهيرة يوم الخميس ستعود ترتفع من جديد على مجمل المناطق الغربية 24 درجة على مهران عينتي موشنت ومستغانم 26 درجة رحس دولان شراب يشلف غليزان وأسيدي بالعباء 26 درجة على معسكر وتلمسان 18 درجة على الجزائر العاصمة البريدة بمردس والتنس 17 درجة على عنابة جيجل سكيدا وكذلك بيجاية 16 درجة على باتنا 18 درجة على قسنطينة وبرج بوريريت 19 درجة على قلمة والسقهراء 26 درجة على إليزي جونت وعنامينة 30 درجة على مقياس بأقصى الجنوب الجزائري بعينغزان وبرج بجي مختار 25 درجة على عينسالة 24 درجة على أدرار وكذلكتين دوف 20 درجة على ولاية بشار حالة البحر دائما يبقى البحر قليل للإزدراب وسرعة الرياح ستصل حتى 50 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الغربية والوسطى 40 كم في الساعة على السواحل الشرقية الرؤية دائما متوسطة علو الموجة يتراوح من بين المتر إلى المترين واتجاه الأمواج شرقي إلى شمالي شرقي على طول الشريط الساحلي وقبل ما نختم نشرتنا لإنهار اليوم نتوجه بكم إلى ولاية خنشلة خلال الأيام القليلة المقبلة الأجواة ستكون مشمسة ومستقرة مع درجات حرارة دوريما أصباح لن تتعدى درجة واحدة فقط والقصوات ستصل إلى 19 درجة سرعة الرياح فيها مرحش تعدى 30 كم في الساعة والرطوبة حوالي 45% في الأخير نختم نشرتنا الجوبيلية بوراقة المعلومات الفلكية لتخص شروق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن كانت هذه توقعات الوضعية الجوبيلية المرتقبة خلال صباحة وظاهرة يوم الخميس بحول الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة في أمانيلا